قائما زكوحي اشرب قهوة جيتنا بأسين شاي مكر كروك مش تجيب حذينا معي نكشو تجيب حذينا لا نحب العكس جاي فرحانة وفرحانة بارشا زيد العكس فرحانة بارشا اي 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 حسستكين مشغول في الحقيقة مش نشدها في الوف ليش في الدورة مش نحبها مش نية الحكاية الاغالب راه وفرد ديوه راه وكل واحد يجي راه وزيدها مش الكل نجيب نضحكو نهاكا ونعمل وجو ومبيون سمح لها نحب نعديو هاكا الروح المزينا نحبو نعديو اللي نرجي المزينا للناس لكن راو كل واحد فينا زيدة عنده حيات وعنده امور وعنده فازيت لي ممكن هكا خلينا ساعات مكنوش لا نغني متاعنا قوي يكون شلاء ينوّل كل واحد الحاجة اللي يتمنىها وانشا الله ربي يشفي لي عنده عبد مريد ان شالله ربي يشفي لي عبد اه安ي اش Garrett عاون العبد يضا شلاء فاتورياتي خام trade وكل واحد شنية المشكلة اللي جايب تمريد برج السراطان بربي خصم اليوم تحكي نعلن نجوم وحنا نهار كامل وحنا نعسو عليهم ليلة عزيزة قتلي عندي كلمة سبيسيال للكوميدي عبدالخدردخيل نحب نتكلم مع زميلي عبدالخدردخيل اللي هو معانتها البيع الحجاني خبر خبر معانتها يوجع يوجع شوية حاتها صارت له هو معانتها كيفيش يقول مثل عنده فعلة نقها ولا جمل رجل طيب رجل عاقل رجل حبيبي برشة ومعانتها نخد مقدش من سنة مع بعضنا ونعرف تبيعته ومرته زادة كيفيه في حبيبي حتى مرته ممتلى راي ونخدمنا مع بعضنا لكن الخبر اللي جاني عليه ده دار دعارة طيو هذيك راجل بتاع دار دعارة ذيك راجل مسكين بتاع هلا اللي يلسكوا فيه عيب عليهم عيب عليهم اللي يعمل في الشي هذيه وينيلقى قبر وينيلقى فعله هي صفحة نسبت القويت الامن قالت انه معانيها عبدالقادر دخيل يدير في وكر دعارة هو ومرته وهذه الاخبار دار برشة ومعانيها وعمل ضجة كبيرة وهو جاوب وقال معانيها شكر كل الناس اللي تواصلت معاك سواء من إذاعات ودباج اللي قاعدين يتابعوا في الحكاية هذية قال يعني فما قاعد يحاول انه يمس من سمعتي لكن الحمد لله يا جبل ما يهزك ريح اللي معاها ربي الستر باقي علي قال انه تقدم بشكاية الوكيل الجمهورية وانه القانون بشيخه مجرى ونجد رئيس ونجد وزير الداخلية بالتدخل وردع الناس اللي يسميهم مرضى بالقانون حكاية هكا ممكن تتفسد سمعة إنسان كريير كبيرة معانيها كلام اللي يعرف عن قرب اللي يعرف عن قرب ما كان عنده الخبث هذيه ما عندوش رجل طيب رجل حاقة رجل ما تمام بوسيبل واحد بشي خم شية يعمل شية ذيه كل المسندة والدعم الشخص دخل لنا الضحكة من اللي احنا صغار فابسط الأشيه اننا نقفوا معاه في فترة انو قاعد يتعرض البرشة ضغط وخاصة انو تعب شوية صحيا ان شاء الله ربي يشفي وان شاء الله ربي يحفظوا ان شاء الله احنا تدسويت بش نمشيو مع فوفا كيف العادة قلت لكم تنجم وتبدلوا السلاة متاعكم بسبعتاش نلف من عرش البيت خليتها تحسب قديش اقل بيجيت نجم تبدل بيه اللوك متاع السلاة متاعك وتخليها اين لكن باقل فلوس خاطر الحقيقة فوفا معناش برشة فلوس بش ننفستي وهتوا في السلاة متاعنا نمشي لك في جرة الفاتورات تخلينا نمشيو نكتشوت ودسويت اش حضرتنا فوفا في كازا ديكو كازا ديكو مرحبا بيكم في كازا ديكو كما قتلكو ايمان بش نبدلوا الدكور نحنا ديما علاقتنا بالدكور وقالك نسمو على دكور يمشي في بالنا لي هو باقي يتكلف برشة ومعناش اللي بيجيت بيش جيب ان بخوفيسيونال ولا بيش تعملك الدكور اللي نشوفو فيه في التصاور وفي المجالات واللغك هو راهو بشوية هكا تخمام وشوية تحيل كما نقولو تنجم بيجيت صغير على الاخر تعمل سالة ياسر مزيانة واين وانتبع الموضة اللي قاعدين نشوفو فيها بيش نعطيكو ما ببخي الحاجات اللي يزمها تكون موجودة عندكم وتنجمو تلقاوها حتى ميل فريب ولا ملي بغوكانت ولا مل اي من الحاجات اللي في اسوام متكون ياسر معقولة وصغيرة مش لزم تمشيو للبوتيكات الغالية هديكا بتاع ناس اخرى ديه يا سيدي بن سيدي للصالة بتاعك بيش تبدلها بارخص الاسوام اول حاجة تعملها تمشي تبدلها كليكو سان اغنافات للمخادة تمشي تخدم على اللوني واللام بخيمة تفركز هكا السورتيمان ولهنا ناكد لكم انه في الفريب موجودين مخادة ياسر مزيانين لتكستور بتاعهم واللام بخيمة ياسر طيارة طول الاشكال والالوين واللات معنتها مسموح معتها مكش مطالب انك تبع ديما معنتها موتيف واحد وإلا شكشكو في اللي زيني ولا في الماتير توفشته ندخلو الصوف ندخلو الفرور ندخلو الكروشي يكونوا موجودين في المخادة دراهو ياسر تندنس طالع ياسر ياسر للموضة دونك قدش بش تتكلف المخادة من الفريب الفين الفين وخمسمية ماكسيمام كان لقيتها باربع علاف حكاية فيها أربع خمسة مخادة دراهم يقلبو الكنابي بتاعك الكلو تتبدل معنتها الصالة بتاعك نجيو زادا تنجمو تمشيو وأكيد أنا ديما نحكي عليها الفيردور الاخضار في الدار ودايور ديما نقول لكم شوفوا انتو ما تصاور كتا عشبك تصويرها بتاع ديكور لازم بشتلقى يا إما في وسط الدكور فما بلونت فما بوكي نوار فما فما شجر ولا حتى في لغيير ورا ورا مثلا في غيير بشتلقى جنينة بشتلقى خضار الاخضار هو اللي يعطي حياة ويعطي روح للدكور بتاعك لو كان دارك تنجمو تكون فيها أحسن ما فما وأغلى ما فما إذا ما فماش الاخضار ما فماش اللي بلونت وتوى حتى اللي بلونتك الشايحينة ولكن اللي بغانش تلقاهم معرف ما فيهم حتى معنتها ورقة لكن مزيينين هيدوكم هما الإضافة البلوس اللي تخلي ديكورك مزيين وتقول منيش مزيين بحاجات سامبل بارشة دونك للبردور تنجمو تعملوها وحدكم كان يديك خضره بطبيعة مش كما إيمان إيمان حبقى قتلتها ومتوقع حكيت مرة في عمضي الحكاية من اللي بديت فاميليا توقديش من سيزون وهما كل ما يجب دو على البلونت يتفكروا الحبقى متاعي والله يعب عليكم والله دونك اللي يديه ما هيش خضره ينجم يمشي لك اللي بلونت تغتيفي سال كيف كيف فما الرخيص وفما الغالي الهنا انتي وشاطرتك منين تمشي تشري قبل ما تشري وأعملو دورا رك تنجم تلقاها نفس البلونت ب350 نجم تلقاها بخمسين وأنا نعرف إشنا هو أنقول ولي حب نعطيه لدي أما خدمت ساعة فما فما أدريست تنقلوه من بعد في الأوف اللي حبي يتصل بيه دونك فما لسويق فما بقايا اللي تنجمو تمشي وتلقاوا أسوي معقولة جدا وتنجمو حتى كليل أكاليبوس صغار زوكم كي تحطهم وما توع على 3500 و5000 أكثر حاجة كي تعمل أنتي كل مرة تشري واحد في قلب القضية بتاعك تولي غمدك مجموعة محليها متاع بتاع دي بلونت وتزين بيها الدارك تقول زيدة تحية لزو صديقاتنا وزميلاتنا ميرا مقني وبهيرا هوجي اللي هما دي ما يبحثوا لي معنى هاي يعاملين هاكا متوين في ديارو ويحب يعلموني هاكا كيف يتولي دي يا خضر للأسف ما نجمش نتبع حتى حاكا يزيني خليني نسقي هاكا زو زنوارات اللي عندي وحلة في الامتحانات كنت تفكر نجربهم الماء سعب على بس ونعم الحبقة الافنتاج في البلانت ارتفائسيال انهم مايستحقوش انتخوتين وزيد لو كانت تغبروا وإلا تمسخوا ديركت تحطو لهم شوية ماء مع شوية لكيد كيفي سيل تغطسهم وتنفذهم في ساعه يتنظفوا ويرجعوا مزينين الميرواغ حكينا على الميرواغ كيف كيف راهوا تخي تخي تندنس ويزمهم يكونوا في الاسباس بتاعك على خاطر ديارنا ساعات تبقاها ناقص ضو والميرواغ يعاوننا انه يعكس الضوء ويضوي الدنيا دونك الميرواغ تنجمو تعملوهم موحدكم في الدار كما تنجمو تطلعوهم عند البلارجو اللي يعمل لكواتروات تمشي تقولوا اعملي مدورين ولا اعملي ولا تلقاهم ساعات في البغوكونت كي تمشي وانتي تحاوس تلقاهم على الكيس دونك راهوا زيدة كيف كيف ما فاماش قاعدة تقول لك يلزمهم لكل فرد فردتاي تنجم تعمل لتاي كبار وصغار تنجم تعمل مربعات مستطيلات أوفال وإلا سيركولير وتعمل انتي الكمبوزيسيون بتاعك وتنجم انتي تزين الميرواغ بتاعك تخو ميرواغ معناتها البلارة وحدها ودي مثلا تلصق عليها دي كوكياج وإلا كالحجر بتاع البحر هذيك وإلا حتى بالباي نعطيكم كل حاجة ياسر مزيانة تعلقها في الحيط وتشوف كيفيش تقلب لك الدنيا التابل دابون يلزم يقوموا موجودين عنا مساعات نحطوهم في التريكن ومن من انتبوش اللي هما يعطيوا الإضافة أكتويا والصغار ذوكم نحطوهم يلزم تكون بحضة الكنابية بتاعك تاولة صغيرة نسميوها تابل دابون معناتها تحط عليها مثلا لاباجورة لو كان عندك لاباجورة صغيرة وإلا تحط عليها بوكي نوارلي انتي تحب تعملوا الفاز بش تزيدك الإضافة هذيك هي الإضافة وين تصير فتحكيات الصغيرة وصلنا سبعمية ألف وفتاو لا 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 تابل دابون عليش تلاثة فهمة تلاثة بحضة بعضهم بمئة وعشرين وتنجم تلقاهم بستين وبثمانين في السل تشريهم ما هم شغالين بالكل وانتي ديجاء أنا متأكدة انهم موجودين تمشي البروكونت كيف كيف تنجم تاخذها تاخذها حتى بعشرة طاولة قديمة صغيرونة انتي تدهنها تحكها تزينها كما انتي تحب تحطها على جنب تعتيك الإيضافة قدش بش تتكلف حكاية فارغة كيف كيف الفوتوي وإلا الصالة بتاعك مغرومية نحنا وأكيد عنا أكل الغلافات يعني انتي تحب تبدل من شتي للصيف ولا من صيف للشتي ونعفو في الصيف نحبو ديما ألوان فاتحة وألوان حية تمشي مع السيزون وفيش تيمضى بنا ديما الغلاف يكون غامق شوية وصورتوه دافي ولا فيه الممبر تنجموا تاخذوا أكل لوحات اللي ترميوها على تغلف لكم الصالة بتاعكم لغوفيتمو هذيك خطر توا اسئلت على تغليف الصالات مزل غالي شوية مع بش تمشي تشري قماش وتعود تغلف الصالة بتاعك هي بيدة يتكلف لك انتي كون له نائد كيت نجم تاخو وانتي لقماش وانتي وحدك وحدك على جنيب هاتك أكا ليجوتي را هو ليجوتي اللي طالعين ياسر يبطلو مزل يانين برشا غالي في الصالة بتاعك تحسها تبدلت كإنك شريط صالة جديدة وهي ليغلافات انتي مخوم حتى الملفريب وإلا ملاحفة قديمة عندك ريدويت قديمة عندك بدلت ريدو بتاعك تستحفظ عليه تنحيا كل اللي زويي وإلا كل فرانجة اللي فيه وتعود تغلف به ترمي به تقلب الصالة جملة البلاد البلاد هما كل لواحات اللي توا ريتهم في الريتهم زادة في الفريب قدش نمشي الفريب موجودين على خاطر تلقوهم صوف ولا تلقوهم فغيغ ولا تلقوهم إفي زيبغ جيت حطوا ترميه رميين هكي على الكنابة بتاعك يعطيك توش ياسر مزيانة كيين مرمي مزيان مش لازم مطويه الكل شي محطوط سفونتاني مو كيينو وفي الليل تعمل هكي تشبت تغطي بروحك ياسر تندانس البلاد هذوكم زادة يزم هم يكونوا موجودين ومش غالين بالكل قاعد تحسب معي شريف أنا خاطر قاعدة نحسبين نحكيو صالة لازم باش نحكيو على الزربية الزربية يزمها تكون موجودة في الشتاء وفي الصيف لكن لهنا مش مش نقول لك تيمشي تاخو زربية غالين عرفوا الزرابي غالين صحيت المرجوم لكليم اشتاق السويم هم قداش انا خذيت عندي تاتا 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 تصيف لا لا والله انا انا نحكي انا وصالة قلت له انا خذيت كلمة رجوم ومخفيف على اللخر ملا ملا سويق لقيته على ثمانية واربعين الف قاتلي لا خذيته انا على اربعين يعني هي طلعة تتكاش حخير مني باي يبدلك الدنيا كل على خطر الوانه حية اشتاء بعده شوية ملا ملا من الالوان الغامقة ولا دخلو شوية بهجة من خلال التبي والالوان والاشكال اللي فيها دونك اللي عنا احنا مريقمنا ولا كليمنا القديم ايش بدوه ارميه تتشوفه قداش يعطي اضافة ياسر مزيان عندك مظيفة عندك مظيفة على خطهين بوما هو شلون هو الاكترية فما برشة ناس في الشتاء تميل للون البيض اللي هو معروف على الصيف وخطر لون فاتح برشة ولعبات جنبه محليه مثالك يدخل حاجة في الدكوراسيون حاجة بيضة في الشتاء ياسر محليها كي نحسها تحيي اينا سيختوك يبدأ تاو كما تاقص تاو دنيا مساحبة كل شيء اللي بيض يحيي البلاسة اللي انتي فيها معه لالوين ديما نقول حطه لالوين خطر لالوين عندها تأثير ديما ايجابي علينا ولو متحسن لنا من نفسية بتاعنا برشا يحبوا يزينوا زادا لحيوت بتاعهم علش لاي تنجم راك تعمل ديكور على الحيت بتاعك ومنصوح انك تعمل وراه سيبا فري ما يتكلفش غالي لو كان لقيت البابيبان بايزنب اللغالي راك مش لازم تعمل حيت كامل ويبدأ حيتك كبير فصلة راهو تعمل ام بان معنتها بارتي في الحيت هذيك تكون يا اما وراه الكنابي بتاعك وإلا وراه التالي بتاعك ويكون مشاكشك وفي الالوان ما عندكش بيش تعمل بابيبان خوذ دهن قدش بيش يتكلف اسطل دهن بين الـ 25-30 ماكسيموم انتي والالوان اللي هناك وتنجم تدهن واحدك تعمل السكوتش معتها تاخو ميترو ونصو زوز ميترو في الحيت هذوكم تحطهم بالسكوتش وتبدأ بالوحدة بتاعك بالرولو بتاعك وتدهن معتها دينا بيش تكون خوزي معتها في الصنس مرة الفوق ومرة على الجناب بيش تكون دينا بتاعك اوني واحدك واحدك تقلب الدنيا الكل فما شوفوا في الانترنت تو تشوفوا انه فما اشكال جديدة معانتها باستل الدهن بتاعك وتقلبوا تعمل مثلا ثلاثة درجات من لون هذيك وتعمل اشكال باكس كوتش شوفوا في الانترنت معانتها من الموجود تتلقاو فما ديفوهم جيوم يتخيك ياسر مزيانين سهل انك تعملهم واحدك في الدار وتتلعب بك الجود كولوغة ديك ويكون عندك حيتي ياسر طيارة ويقلب لك الدكور لكل مقعد ليش برشا دي ما اختار وهذا ينصيحها لكم معتها انسان معتها بيش تعمل ديكور تركز على حاجة في الصالة بتاعك عندك بي في تخي مثلا تعطي على جنينة بتاعك ولا عندها في يجي قدامك البي في تخي وركز الدكور معناتها الصالة حطها غاديك خلي العبادكي تقعد تقعد وتركز عليك الكوان هذيك اذا عندك شمينة علش لا اذا عندك طاولة مزيانة الطاولة تاب الباس يزمها تكون ديكوري وحكيت عليها في في حصة واحدها تنجم تحط بلاتو مزيان من البلاتوات اللي انتي مخبيتهم تاعز هذيك حطوا فوق الطاولة زيدوا كتوب بقدم محتوتين على جنب اكالي فوتوفور وش معا كيف كيف تحطهم فوق البلاتو يعطيوا حاجة مزيانة وإلا كالي بوجوها غزيدة اللي شيرينهم ومتركنينهم بالغبرة انفضوهم وحطوهم على التاب الباس تشوفوه كيفش تبدلت جملة الحكاية ووقت اللي يجيك مثلا بيش تستعملها بيش تاكل عليها ولا بيش تضايفها عبيدك هكالدكولة ديكول حطوا على جنب ورجعوه انبعد اخر حاجة يزمكم تنتبهولها لكلغاج اخر حاجة دي ايمانت هنا لكلغاج يزموا يكون مدروس معتها ما تكتفيش كان بالفرية اللي عندك لا كثر من لكلغاج ولهنا حاجة ياسر تندنسو مزيانة برشة اكالي جيغلونت عشرة لايف تسعة لايف اكتر حاجة لكلغاجينة خمستاش نالف هي الشريطة فيها برشة حاجة مزيانين تنجم في الليل انتي ترسم بها ولا تتعلقها على كنابي على الحيط وتعمل بها اشكال وتخدمها في الليل اكلراجها تميزي مزيان برشة يسمح لك انك ترتخي في الليل وترتاح وتتفرج في التلفزة ويكون عندك ديكور يقلب الدنيا هدو ما هو ماليزاتيو سيبون كامل كزا ديكو